عموماً في مسائل كثيرة من الناس لا يعلمها حتى المتخصصين من المحامين وغيره كيف نشأد السور اليمني الحالي؟ السور اليمني الحالي هو عبارة عن اللجنة التي شكلت في حينها أثناء المفاورات على الوحدة من الحزب الاشتراكي ومن حكومة الشمال في حينها ثم بعد ذلك المتمر الشعبي العام لكن من حكومة الشمال وخرجوا بهذه النصوص في السبعينات والثمانينات حتى التعددة السياسية في حينها ما قد كانتش موجودة فالنص مثلاً موجود هذا نص شارك فيه كل النخبة السياسية الحزب الاشتراكي بري سامحني أنا أصلاحي لا 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 كان متقدم السور الجنوب كان متقدم لكن هو وافق على مشاهد السور الوحدة أمام ضغطكم يا أستاذ طيب طيب هذا الكلام أنا أقول لك أنه الخلفية أنه دائماً النصوص تأتي وفقاً للحاجة تمام في زمنها وفي حينها ولكن يجب أن نقول أنه ما فيش حاجة كامل وحاجة مش كامل في حاجة تتراكم وفقاً لمطلبات المجتمع مع الزمن مع التراكم الثقافي مع التراكم العلمي مع مع معها فلما جاءت الوحدة ونعرف القصة بتاعه نزل مثل ما هو دائماً استفتاءاتها دائماً تنظي بالذي ينزلها الحاكم إذن لم يمر الدستور اليمني بأي مرحلة على جمعية وطنية بالأساس تناقش كل نص وبالتالي يكون هذه إرادة جمعية مرة على نخبة سياسية يعني كما نقول باليمني كلفة لا لا يعني نخبة سياسية نخبة سياسية سلقة سلق يعني محكومة بالرضاء العام الذي لا تريد أن تصادم فيه الجمهور جميل منهم الجمهور الجمهور الناس يعني المؤثر عليها التيار الديني لا 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 الجمهور الناس بغدر نظر التيار الديني مسيحي ولا إسلامي ولا هيا المسيحي بينوفر على تنصف دية المرأة لا 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 حضر لاحضر نحف أقول لك أنا بشكل عام جنالي يعني في الأخير أنت كسياسي في الغالب لا تنتظر لا تنظر إلى المسألة المثالية تنظر إلى الممكن الذي يكون لك في قبول فهذا الدستور بالنسبة له نشأ من مجموعة من لجنة دون أن يمر على إرادة جمعية أو بهذا المعامل على عام 1990 لا هو من قابله جاءت ساعة وثنين لا تحدث عن دستور دولة الوحدة طبعا بالنسبة له إنشأ من قبل حتى كان مجاهز فقط عدلوا فيه من قبل كان حزب واحد لما جاءت التعدية السياسية عدلوا فيه قضية التعدية السياسية وبعض النصوص فضل بالنسبة له منشأ من قبل مجموعة خبرة مثل ما تقول وبدون أن يكون بهذا المعنى ناتج عن رضا عام القوانين التي تقولها حق العقوبة والإجراءات الجزائية هذه أيضا ليست قوانين مرت على المشرعين هذه قرارات بقوانين سطرت بعد 1994 فيعتبار أنه عندما قامت دولة الوحدة كان في الجنوب قانون العقوبات وقانون إجراءات مختلف عن قانون الإجراءات الذي كان موجود في الشمال أما في الشمال فمجلس الشعب ظل متوقف عن إصطار مشروع قانون العقوبات خوفا من قضية الاجتاءة الفقهية وردود الأفعال وأنه الشريعة الإسلامية والقضية بإجتاءة خوفا من من؟ خوفا من ردود الأفعال مجلس تشريعي خاف من من؟ خوفا من ردود الفعلة الاجتماعية والفقهية والاجتماعية فأنا عملت من سنة سنة يعني التيارات الدينية؟ بشكل عام لا لا ما عليش يا أستاذ لا لا تتيارة الدينية بقول لها من المشاهد الكريم واضح ما فيش سيارة الدينية في حينها في السبعينات ما قد فيش لا موجود تمام؟ أقول لك في السبعينات من قل المزيد لم يكن له هذا التأثير في السبعينات بسمح لي أن تتكلم عن اللحظة أنا أتكلمك عن النشأة والنشأة أنا عايشتها وأنا كنت قاضي في حينها ممتاز فظلينا نعمل في النيابة على مسودة مشروع قانون الجريمة العقوبات والافترض أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني أو شريعي بعد ما عملنا أو عملوا لأن مجلس الشعب في حينها الشريعة موجودة وليح يشتو قانون العقوبات والقاضي يعني في تصورهم أن العقوبات التقليدية الموجودة تكفي لاستيعاب يعني معالجة القرية الجنائية وبعض المسائل الحداثية القانون التجاري ينظم بعضها مثل الشيكات وغيره الإفلاس المهم فقامت الوحدة ولا يوجد قانون العقوبات في الشمال بعد الوحدة بعد 94 كان في حاجة إلى أن سيادة الدولة هي في القانون الإجراءات الجزائية وفي قانون العقوبات الواحد لا يصح أن تتعدد قوانين العقوبات في الدولة الواحدة لذلك صدرت بقرارات بقوانين من خلال مجموعة قضاء أجتمعوا من هنا وهناك وأجتهدوا رأيهم كخبراء بهذه النصوص المتصلة في قانون العقوبات يعني تقريباً من جلس عشر أشخاص وبقية المرأة تظلم وتقتل طيب يا أستاذ إيواء أنا أتكلمك على النتيجة لحظة يا أستاذ المرأة وغير المرأة القرار بقانون أن تعرض مجلس النواب تعرف أنه يفترض أن يعرض على مجلس النواب وأن مجلس النواب يعيد تعديل هذا القرار بقانون لكن أشترط علشان تؤديل أي نص لازم نسبة 151 يعني القلبية المطلقة النص زائد واحد فأرض على اللجان ولم ينزل إلى المجلس حتى الآن فصدر بقانون ممتاز لا لا هو صدر بقانون عندما كان هناك الدستور صلاحية لرئيس الجمهورية أن نصدر قرارات بقوانين ألغيت هذه المادة في آخر تعديل حق السبعة سنوات طيب أستاذ ما عليش الكنترول يقولوا خلاص الوقت فالخلفية ما عليش فالخلفية أننا نتحدث عن قوانين صدرت مجموعة خبراء أينوهم سياسيين مهمومين بقضية أرضاء من عدم المعارضة إذن أقول أن هذا الأساس لأن كل مادة بحاجة إلى حلقة كل مادة بحاجة إلى حلقة حتى تناقشها وتؤصلها حتى تبررها حتى تناقشها أيوة أيوة تؤصل تنقض أستاذ قرائم أستاذ الله تعليق يعني معك نص علشان تغيره لا بد ما تناقشه ولا بد ما تعمل مبررات تغيره فأقصد أن النشأة التشريعية والقانونية في اليمن لم تكن نشأة تشريعية بمعنى أنها إرادة جمعية أستاذ محمد معاليش الوقت انتهى سؤال بس سؤال مهم هل لو أن سؤال معاليش الكلام مثل ما قلت يحتاج كل كل مادة تحتاج إلى العمل سؤال لو أن المرأة موجودة في البرلمان وبنسبة موجودة ما بتعمل حاجة ليش ما بتعمل حاجة أقول لك ليش لماذا لأن المسألة هنا حتى المرأة التي ستأتي ستأتي مرشحة من حزب سياسي من هنا أو هناك يعني إذا عندها مشكلة لدى الانتباعات الحزبية المجتمع في كثير من ناحيان يفرض عليك في التطوره موازين نصح عليك أن تجاوزها حتى لو أردت المثالية والنصوص الجميلة يعني حول بالنسبة للناس يظلوا يناظلوا من أجلها لذلك أقول أن النقاش هذا جميل أن يثار لمسألة الانتقال إن شاء الله في المستقبل لتشري حقيقي المرأة اليوم صوتها كان غير صوت السبعينات غير صوت الثمانية غير صوت بعد الوحدة صارت المرأة اليوم وانتشرت تعليم صار لها وجود وصار أمصار من الرجال أيضا الأخوة والآباء والأبناء كثيرين إذن هذا تطور طبيعي شكرا لك أستاذ وبشارك الله بالخير لكن نخشى أن يكون تطور لورا مثل تطور وجودها في البرلمان عندما قامت دولة الوحدة كان وجودها أفضل ثم تناقص تناقص إلى واحدة